المرجو الاندمام الى قناة وصفة سحرية عبر الضغط على زر الاشتراك الاحمر اذا اردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك اذا اعجبكم الفيديو وايضا شير اذا اردتم افادة غيركم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية والجمال كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بالف خير وصحة جيدة في هذا الفيديو ساقدم وصفة للرجال نعم للرجال هي لتنقية وصفة ونظارة بشرة الرجل طبعا عادة ما يكون الاعتناء عند الرجال بوجوههم بمجرد غسله بالماء والصابون فقط ولكن اصدقاء الرجال الجمال والمظهر الجميل ليس حكرا على النساء سواء الرجال او النساء لديهم بشرة لديهم وجه ويجب الاعتناء به هرمون الدكورة يجعل بشرة الرجل سميكة دهنية ومشعرة اكتر من المرأة تكون ايضا جافة وحساسة فتكون هناك افرازات دهنية وحب الشباب واكتر المشكلات التي تعاني منه بشرة الرجل هي الحلاقة كل يوم لذلك اخي الرجل عليك الاهتمام ببشرتك وهذا ليس عيب ستغدي بشرتك كما تغدي بطنك او جسمك وطبعا الله جميل ويحب الجمال للاشارة فقط هذه الوصفة صالحة ايضا للنساء على بركة الله لنحضر الوصفة تحتاج سيدي الرجل الى اعتذر على الصوت لانه صوت البرد مع صوت الرعد ولكن سأصور الوصفة لكم اخوان الرجال تحتاج الى اللوز كما تلاحظون سوف نقوم بطحن اللوز ثم سوف نضيف اليه ملعقة من عصير الليمون الحامض وكذلك ملعقة صغيرة من العساء اذا كانت لديك حساسية من الليمون الحامض فما عليك سوى استبداله بماء الورد كما لاحظت مكونات جد طبيعية وتوجد في اي منزل كما تلاحظون نحصل على هذه الخالطة بهذا الشكل كما رأيتم مكونات كلها صحية ورائعة اللوز والعسل العسل وحده كافي يمكن للرجل استعماله كل يوم يمكن وضع ملعقة من العسل في الماء الذي ينظف به وجهه فهو رائع جدا خاصة للحية لأن اللحية عند حلاقتها يكون هناك بطور وكذلك تقرحات فالعسل هو شفاء رائع لكل تقرحات حلاقة اللحية تضع هذه الوصفة على بشرة نظيفة وبعد إزالة اللحية كي تغدي منطقة اللحية أيضا تتركها مدة عشر دقائق طبعا كما قلت اللوز هو أفضل ما يمكن تغذية بشرتك به لأنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين أ هو علاج كامل للبشرة ينقي يصفي ويعطي نظارة يمكنك مداومة هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع سوف تلاحظ فرق كبير في بشرتك كما قلت هذه الوصفة يمكن للسيدات أيضا استعمالها فهي مغدية فعالة في إزالة كل التركمات والخلايا الميتة أتمنى أن تعجبكم الوصفة وأن تجربوها إخوان الرجال اكتبوا لمكان التعليقات إذا كان لديكم أي وصفات معينة تريدونني أن أقدمها تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وضغطوا على لايك والشير وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر